وكمان في عام 1922 قرر محمد طلعت حرب بيك تقديم استقالته من عضوية اللجنة العليا للأهل في الوقت ده طلعت حرب بيك كان توسع في مشاريع كتير قوي لتمصير الصناعة والتجارة والاقتصاد المصري ولقى انه مش هيقدر يجدم الأهل زي الأول وفي الجامعية العمومية يوم 24 نوفمبر 1922 وقف فؤاد اباظ بيك سكرتير النادي وقال واني آسف كل الأسف لاستقالة حضرة صاحب العزة محمد بيك طلعت حرب عضو اللجنة العليا الذي منعته مشاجله الكثيرة عن مباشرة أعمال النادي وقد قدم للنادي خدمات كثيرة وثمينة نسجلها لعزته بخالص الامتنان وكامل الاعتراف بفضله وأقترح على الجامعية العمومية اعتبار عزته عضو شرف النادي واني على كمال الثقة بأنكم توافقون على ذلك فليس لدينا ما نقدمه برهانا على شكرنا لمن قدموا خدمات للنادي إلا تصطير آيات الامتنان وتقليدهم عضوية الشرف بالنادي